اشتركوا في القناة اجماع الصح لدى الكتل التفاقية لدى مؤسسة للأشعار ان استمرار الأمور لا حقق في وحدة العراق واستمرار العملية السياسية هناك اتجاه واضح وطريح نحو تقرد في عملية صناعة القرار ونحن نرى الحكومة منذ عامين تشكلت ونحن هناك الزراعينيون والنهايات كلها سائدة حكومة بأكملها تقريبا تدارك الوكالة وليس هناك نية لإصلاح هذا الوضع من قبل الحكومة الحديثة ترتاعة الكتلة السياسية طالت بإصلاح ولما لم تكن هناك اتجابة جدية للمطالب خلال 25 يوم يتجعوا نحو السحب الثقة وهذا الامر ما زال قائمة أفلدي أكثر من أعضاء نفس النوار تقدم بصدر إلى رئيس الجمهورية في السحب الثقة ويعني الزلمان الآن في إجازة يعودية مستطعش أحريران وإن شاء الله سيشهد التحرك بهذا الاتجاه ترشيح رئيس وزراء آخر هو من مهمة الاتلاف الوطني لكن بالتأكيد لديكم مؤشرات أنتم من هو برأيكم مرشحكم من الجانب الآخر القضية ليست قضية هذا الشخص أو ذاك وليست حتى قضية هي قضية نهج الشخص الذي يتولى هذه المسؤولية يجب أن يكون قد على تصحيح الأوضاع بشكل صريح بغض النظر عن شخص لي لكن عليه أن يتحمل مسؤولية كبيرة بتصحيح الأوضاع ووضع مسار العملية السياسية في الطريق الصحيح هناك أخبار تشير إلى أن إيران تدخلت على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتخفيف أو للوصول إلى هدنة مع المالكي ما هي إمكانياتكم أنتم والتحالف الكردستاني في الحفاظ على لحمة المجموعة التي وقعت على طلب نزع الثقة من رئيس الوزراء الحقيقة هذا المشروع وهذا التحرك وتحرك وطني بالكامل بدون أي تدخل خارجي من أي طرف كان وهذا يعني حقيقة أمر نفخر به أنه ربما لأول مرة منذ 2003 يصبح مثل هكذا حراك سياسي بدون تدخل خارجية السيد مقتد كان واضحاً في رؤيته للأمر أنه لن يصبح لأي دولة لأي دولة كانت سواء الإيران أو غير إيران الذي يتدخل بهذا الشأن وأعتقد أنه كان في زيادة الأخيرة إلى طهران أبلغ الإيرانيين بهذا الأمر بكل روح وهو خسار في هذه الفترة أن يكون في مجلس الأشخاص لكي لا يتعرض إلى ضغوط إيراني لهذا التحالف مستمر هناك الشعور بالخطر على مستقبل عملية سياسية على بناء ديمقراطية في العراق على وحدة الدولة العراقية ومن هنا جاء هذا التحرك وهو ليس كما يعني يحلو لبعض أعضاء دولة القانون أن يقولون أنه بتوجيه من هذه الدولة أو بمصالح سئوية وطائفية هذا الأمر قال صحيح الحقيقة أقول وأنا كنت جزء من المفاوضات التي تمت لم يكن هناك أي طرح سئوي أو طائفي أو أي تدخل بعيدة التي كانت بعيدة من الحوارات هذه العملية البرلمانية قد لا تفضي إلى رئيس وزراء جديد أو اتفاق على رئيس وزراء جديد وهذا يعني أن رئيس الجمهورية قد يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة أنتم ماذا تترقبون أنتم والمجموعة التي تكونت في أربيل تحت مسمى اتفاق أربيل ماذا تتوقعون أو ماذا تترقبون من الانتخابات المقبلة؟ نحن ليست لدينا هذه التخوفات طراحة نقول هناك أنه لن يكون هناك بديل للمالكي هذا الطرح يطرح المالكي نفسه أنه لن يكون هناك بديل عنه الحقيقة هناك عدد من أساني تطرح الآن وكلها شخصيات كفاء وقادرة على القيام بمهامها وحضر بثقة المواطن العراقي وحسب الدستور أن الرئيس الوزراء يحتاج إلى العزبية البسيطة فهذه القضية لا أعتقد أن هناك فيه أن يكون خلاف كبير عليها مع ذلك لا دعس إلى حل البرلمان وجرت انتخابات مبكرة هذه كلها وسائل ديمقراطية نحن نتمنى أن لا تكون الانتخابات الجديدة في رعاية السيد المالكي من ضمن تياسات والاستحوات على المفوضيات المستقلة ومنها مفوضيات الانتخابات ليس لدينا بمفوضيات الانتخابات بهذا التصوير برئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء جديد وأمر يعني أعتقد أن الكتل لن تتأخر في في هذا الأمر وماذا إذا حصل المالكي على هذه الأغلبية البسيطة وماذا إذا حصل المالكي هذه عملية ديمقراطية ودستورية إذن هو يبقى رئيسا للوزراء إذا هذا حصل نحن نستبعد هذا الأمر هناك شعور بأن المالكي بعد ست سنوات لم يكن قادرا على توفير الخدمات لم يكن قادرا على استكمال دناء الدولة حتى النظام داخلي منذ ست سنوات نحن هناك حكومة بلا نظام داخلي ربما نحن الحكومة الوحيدة بالعالم التي تتسير أمورها ولديها هذه المطالفة فائلة من الموازنة ولذلك لديها المغام داخلي معناها فالأجهزة الأمنية بالكامل بيت رئيس الوزراء الموازنة الكامل بيت رئيس الوزراء وإلى آخر وهذا هكذا تبنى ديكتاتوريات هكذا تبنى يعني يبنى ناجي الفرد المتطلق في سنوات إذا كان المالكي أو غير المالكي